أكفة ظاهرة جداً صعبة اللي إحنا ما نتمنى أطفالنا إذا انفصلوا الأب والأم يتعرضوا لها وهي عملية المشاهدة اللي تكون في وأكو أمهات مستبدات المحكم أكيد وأكو أمهات مستبدات المفروض الأب والأم يعرفون أنه هذا الشخص إجا وليدة شراكة حقيقية كانت بين اثنين فالمفروض يكون نهاية الشراكة هذا الإنسان يكون يربوه في التربية صالحة النصيحة جيدة يسعون لكن منه سيسمعها تجاوزوها إلى مرحلة الخلاف إلى مرحلة المطالبة بتعديل المادة المتعلقة بالحضانة ولهذا أسأل عن موقفكم إحنا موقفنا ماضياً في التعديل وجوز راح تكون ضمن قانون حماية الطفل أنه مكان المشاهدة وساعات المشاهدة أنه الأب لازم يشوف تصرفات ابنه يأخذ يوم كامل يما بالبيت يشوف اللبنية تصرفاته لأنه واجب عليها باشر عقبة هو الولي مالتها ما تقدر الأم تتصرف أي تصرف إذا مو تحت رعاية الأب لأنه هو الأب الوالي الأول أو الجد الوالي الأول التعديلات لصالح الأب فيما يتعلق بإعطاء وقت أكثر للأب لمعرفة 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 وضع الطفل للخروج وياه للتنزه إلى آخره والتأكيد على نقطة مهمة هل إن الأم صالحة لحضانة الطفل اشتركوا في القناة